كابتن عادل طايمة الحقيقة وانا بلعب في النادي الاهلي من 73 لحد ما اعتزلت 82 هي كابتن عادل طايمة كان مدرب في الفترة دي وتقريبا اعتزل اوائل السبعينات لان احنا 73-74 كابتن عادل طايمة كان لجأ للتدريب في ذلك الوقت مع مجموعة كبيرة كان وقتها كابتن شاو عبدالشافي وكابتن عبدالز عبدالشافي طبعا بعدها بحوالي 80-79-80 وقت كده جيله الحقيقة الموجود كان بيدرب كابتن عصام عبدالنعم كابتن حازم كرم وقتها كان كابتن محسن صالح كانوا موجودين معنا في النادي فهو حقيقة كان مسك بدأ في قطاع الناشئين في اوائل التمانينات وكان حقيقة عنده كابتن عادل يمتاز بميزة هي قل ما تجيديه في اي مدرب كان قاري جيد جدا للمباراة وكان يعرف تماما اين الثغرات اللي موجودة وكان دايما بيوجه لعبه لكل اللاعب اللي هو بيدربهم على الحاجات اللي هي ازاي انا غير اللاعب في المكان اللي أنا بطلوبه حقيقة انا شرفت حقيقة وتشرفت بان انا اول ما اعتزلت حقيقة اشتغلت مع كابتن عبدالطيام المساعد مجموعة الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين كانوا موجودين في ذلك الوقت هو بدأ معهم وروحت معهم مباريات كثيرة جدا حقيقة وكنت بتعلم من كل حاجة موجودة في كيفية التعامل مع اللاعب اللي عندها مثلا مشاكل فنية ومشاكل نفسية وكانت حقيقة هو في التدريب صارم جدا يعني علاقته باللاعبين علاقة قوية جدا خارج الملعب داخل الملعب علاقة اداء علاقة مسئوليات علاقة تكليف مهام ولا انا احكي لك مواقف واحد بس قد يكون مواقف صعب شوية لكن يجب انا افكر به كابتن عبدالطيام لانه برضو يعني مهما كانت ظروف المدرب مهما كان في تواجده في الملعب برضو بيكتسب خبرات من بعض الامور الخاصة في بعض المواقف الصعبة فكان في يعني لعبين مهما توجهي تلاقي الأخطاء مستمرة تدي تعليمات تلاقي برضو اداءه ما بيبقاش بالتنفيذ التعليمات فكان يعني كان مرات بيتوتر لدرجة انه بيحاول انه يطلع اللاعب وهو بيلعب في الملعب ويلعب ناقص عشان يوريه انه وجوده ده في الملعب من سبب اعزمات كبيرة جدا وخروجه ممكن يخلي اللاعب التانية تتحمل مسئولية المكانة اللي هو ففي بعض المواقف خرج اللاعب واللاعب طلب منه انه ما يخرجش فحتك باللاعب دوت وانا منساش يعني ترض برا الملعب واللاعب خد لبسه وخرج برا الملعب وخد التاكس وروح وترك الملعب خالص هدول ايه المنعم طبعا كابتد محمد عب منعم الحقيقة نعمة الاخ والصديق كميل شط طبعا الراجل مكتهد جدا في شغله ولما بيشتغل معاك بيشتغل باخلاص وبوفاء سند في ظهرك على طول معاك انا بشد شوية تبسط لإيه هو برضو يلم من ورايا فطبعا وروح تيم هي دي الاسرة ونبقى متفقين مع بعض اذا انت عملت حاجة انا وبعدين بتديله يعني برضو من ضمن حاجات الجاهدة جدا لما تديله واجبات مثلا المدفعين في شغل تخصصي يتقنها وانا مثلا العين عليه قليل بيشتغل فعلا باخلاص وبتفاني مش مثلا بيقدي دوره كده يعني بكسل او حاجة بالعكس وبعدين في المباريات القلب اللي زال حديد وبعدين الحاجة اللي هو بيقول عليها دي برضو تربية حتى اكنه موليد معانا في النادي الاهلي من الصغر ما انا كنت تفاكر والله كانت انا كنت تفاكره مصري حتى زوجته مصرية فانا كنت تفاكره مصري فين وفين لما عرفت انه احنا طبعا مصر وسودان كانت دلج واحدة طبعا 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 فانا بشكره جدا على الكلام ده وكانت رقال في خير وربنا يوفقه في في عمله عمل شغل جامد جدا في الاكاديمية ربنا يوفقه يا رب